مرحبا برج السرطان أهلا بكم في قراءتكم العاطفية بشهر يونيون هذي القراءة رح تصلح حق الطالع الشمسي وأيضا القمري ننتدي أول شيء ببرج السرطان ما الذي ينتظرك في الأسابيع القادمة مع الشريك طاقة الشريك أو الحبيب الطاقة العام من الشريك وعندنا الكارتات اللي يتفرعون برج السرطان أول كارت عندك أو الطاقة العام الخماسيين كأنما هني قاعدة أشوفك على وشك الخروج من وضع والدخول في وضع جديد ولكن الجميل في هاي الكارت حق طاقتك هالشهر إن خروجك رح يكون انسيابي مو خروج مفاجئ مو خروج بطريقة أن تتخلى عن كل شيء قديم لا بالعكس كأنما أنت تدخل في شخصية جديدة لك قاعد تتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة ولكن أنت كمان كإنسان قاعد تتغير قاعد تتطور قاعد تنمو والتغيير صار إنسيابي لأن شوف هذا الشخص يوازن نفسه على الخماسي القديم فأثناء ما هو متوجه إلى الخماسي الجديد طاقة جدا جميلة مع الشريك خلنشوف كيف الشريك رح يقابل طاقتك أربعة الأكواب لأن الشريك هني كأنما متعود إن دائما أنت اللي تبادر أنت اللي تعرض عليه شوف أربعة أكواب معناته صار في نمط عنده لأن دائما أنت اللي تعرض عليه أو تاخذ خطوة تجاهها صح؟ ولكن الخطوة اللي أنت رح تاخذها في طاقة مختلفة مضاقة الماء اللي متعود عليها الشريك طاقة برد السرطان الحنون الشاعري الهادئ اللي يسامح اللي قلبه كبير وما يهم من اللي ياخذ أول خطوة صح؟ فأنت هني كأنما الشريك يفكر أنه أنت متعمد للابتعاد عنه أو عدم أو عدم المبادرة لأنه متعود أنه دائما هو يجلس في مكانه وأنت اللي تبادره ولكن أنت لأ اللي أشوفه هني أنه مو قاعد حق في بالك أنه تتعمد تأذيه أو حط الضائقة وإنما ابتديت تستطعم حلاوة النموم الشخصي أنه أنا من أكون كبرج السرطان بدون هذا الشخص في حياتي مو معناته أني أريد أن أبتعد عنه أو لا أفكر فيه أو ما أحبه أبدا ولكن ما الذي يعني أنه أنا أوازن نفسي أعرف أمسك العصى من النصف ولكن طاقة التراب الخماسيات من دون أن أكثر العطاء كثرة العطاء نعود الناس مثل ما أقولك أنت تعود الناس أو تعلمهم كيف يعملونك وهذا اللي صاير يا برج السرطان كأنما هني هو متفاجئ شريكك وما يعرف شنون رح يتعامل معك رح يتفاجئ بتغييراتك الإيجابية والنمو الشخصي على الصعيد الشخصي قاعد أشوفه هني نموك بعيد عنه أو ما يخصه بشكل مباشر خلي نشوف عندي كرت العاشقين العاشقين هو كرت برج الجوزاء ممكن أنك تتعامل مع برج هواي أو حتى التراب هنا عندنا طاقة التراب ولكن دائماً هذه طاقة توأم الروح أو الشخص الثاني ممكن أيضاً هذا يكون بالنسبة لك أنت في هاي الطاقة ما بين الشيئين الجمع بين شيئين أنت في مرحلة انتقالية مثل ما قلت لك تعرف مرحلة النحت لما يكون عندنا قالب كبير ما في شكل ما في تعبير لأنه مجرد قالب أنت قاعد تنحت نفسك بنفسك خلال هاي الفترة قاعد تدخل في الشخص الجديد الشخصية الجديدة قاعد ترجع إلى نفسك ولكن مو أي نفس النفس القوية شخصيتك القوية قاعد ترجع لها قاعد توجد نفسك خطواتك في طريق غير طريق الحب حتى لو كنت متزوج حتى لو كنت مرتبط يمكن صار لك فترة طويلة دائما مثلا تسوي الأنشطة أو تدير البيت تدير العلاقة مع الزوجة ومع الشريك بطريقة أنه إحنا دائما شركاء إحنا دائما نسوي كل شيء مع بعض وأنا دائما أرجع أرجع لشريكي في كل شيء قبل ما أخذ قرار هنا أشوفك إلا ابتدت داخل طاقة الاعتماد على النفس أنا من بدون شريكي لأن إذا ما أعرف أنا من بعيد عن هذا الشخص هاي اللي أنت تقولي يا برج السرطان إذا أنا ما أعرف أنا من بعيد عن هذا الشخص معناتها ما أقدر أعطي اللي يتوقع مني معناتها رح يظل مخضول هذا الإنسان صح أوكي الشمس كرت برج الأسد رح تكبر شوف الشمس دائما توضح الأمور عندنا أو معناته في طريقة بينك وبين هذا الشخص اللي أنت حطه في بالك ولكن مو الطريق الاعتيادي بما معنى مو قلت لك أنت هناك في السابق دائما تبادر ولكن اللي أشوفه هنا لماذا هذا الشخص متأفئف ما قاعد ينظر إلى أي من المبادرات أو حتى يلقي نظرة أو يعترف بجهودك لأن تعود على هاي الشيء فسلوكك هنا لطريق مختلف قاعد يوضح لهذا الشريك أو لهذا الشخص بشكل عام مكانتك في حياته ابتدى يشوفك أنت نفسك في ضوء جديد شفت لما يكون عندنا لوحة جميلة أو منحوطة معينة حقونا في المعرض تحت أفضل إضاءة أنت هاي اللي مقبل عليه في المرحلة القادمة في نظر الشخص الثاني رح تصبح اللوحة المميزة أو الشخص المميز رح تصل في نظره إلى درجة من الكمال وينبهر حتى تكبر بعينه ولو أنه كان متوقع أنه دائما أنت لا رح تبادر ولكن هذا الشيء تأكد اعتزازك بنفسك في الفترة القادمة رح يخليك تكبر بعينه الكرت اللي بعدها ملكة السيوف الملكة اللي تعرف تحط حد طاقة السيوف تقريبا هي عكس طاقة الماء طاقة الماء هي طاقة الإنسيابية اللي ما تحب المواجهة ولكن هني أنت قاعد تاخذ طاقة وضع الحدود أرسم حدود صح؟ مو قدت لك أنت هني تنحت هذا مستوى ثاني للقوة اللي انت ان شاء الله خلال الأسبوعين القادمين رح تصل فيها في هاي العلاقة مع هذا الشخص هذا الشخص مو محتاج حب عطيت الكثير من الحب انت هني محتاج طاقة توضيح شمس وسيوف أحط لك حدود وأفهمك ونقعد مع بعض هذا هي طاقتك نعم كرت الشراكة عندي الشريك الغصنين رح يختار ان يدخل في العلاقة مثلا لو هو اللي كان عنده هذي الطاقة رجل داخل العلاقة ورجل خارج العلاقة أوقات يكون بارد أوقات حار أوقات يقترب أوقات يبتعد لكن وجود طاقة ملكة السيوف عندك رح تخليه يلتزم يثبت تثب مثل ما هالغصنين منغرسين في الأرض رح يثبت لأن الحقيقة اللي يحسها دائما هذا الشخص كان دائما يبحث عن خلي نقول شرارة فيك شرارة المواجهة شرارة الشجاعة شرارة التوضيح انت أثبت له بما انك هني أثبت له وما شف هذا المشوار فهذا رح يشوفك فضوء جديد ورح يكون جدا متحمس منه ومن نفسه حتى يلتزم معاك ما ينتظر منك انت اللي تبادر هو اللي يلتزم من نفسه هذا هو اللي انت ان شاء الله مقبل عليه مع الشريك خمسة الأكواب وداعا للمرحلة المؤلمة وداعا للمرحلة اللي أنا دائما أطرق فيها الباب على هذا الشخص وما يجيب لا عجلة الحب تغير الوقت تغير الوقت اللي كان قوي أصبح ضعيف واللي كان ضعيف أصبح قوي تغيرت المعادلة بينك وبين هذا الشخص أو على وشك أن تتغير في الفترة القادمة اللي كانت له اليد العليا أصبح الحين هنا مستغرب لماذا برج السرطان ما يبادر أو ما يلحق وراي أو ما يسأل عني أنا متعودة دائما مثلا أنت اللي تكون متواجد لأنه تشوف برج السرطان مو من الأبراج اللي يهتم في موضوع مثل الكرامة والكبرياء لا من الأبراج المتواضعة فهذا شخص فهمك غلط ولكن في الفترة القادمة رح يفهمك وجدا صح بما أنه عندنا كرت الشمس وهو كرت الوضوح الحقيقة رح يتضح له الجانب القوي منك الجانب الصارم منك رح يعجب في هذا الجانب ترى لا تخاف أنه مثلا يهرب أو أي شيء لا بالعكس رح يقف منتصب المكانه ثابت منغرس ويقولك خلاص الحين لازم ناخذ فعلا خطوات جادة لأنه تغير الوقت لأنه عرف أنه ابتدى يخسر سيضرته على الوضع أسلوب القديم معاد ينفع معاك ويأتي بنتيجة لأنك خلاص تخطيت أنت هنا أشوفك في خمس الأكواب تخطيت المرحلة المؤلمة أو المرحلة اللي تنتظر فيها شخص أن يقبل عرضك برج السرطان تشوفه في فترة قادمة توقف عن إرسال العروض تجاه الشارك حبا في نفسه التفاة لنفسه خلا نشوف إلى ماذا سيتطور الوضع خلال أسابيع القادمة بينكم هذا الكارت برج السرطان يعني أوقات بعض التغييرات اللي نكون بيها ممكن أثرها هيكون سلبي مع الشريك ولكن التغييرات اللي أنت مقبل عليه يا برج السرطان جدا جميلة رح تكون طريقك المختصر إلى قلب وعقل هذا الشخص واحترامه حتى نشوف كارتك أنت تسعة الأخصان عدم الاستسلام الثبوت والصمود تقريبا مثل ملكة السيوف ثابت وصامد مصر على موقفك مصر على أنا واقفة هنا أنت تقول أنا واقفة هنا ما راح قلت لك ما راح أقدم عروض أكثر ما راح أرسل أي خطوات ما راح أقوم بأي خطوات حتى تجاهك خلاص انتهيت من المبادرات ثم أنا واقفة هنا إذا شعرت بالرغبة أنت تفضل عندي هنا واقف ورجل سرطان واقف وثابت خلنا نشوف الشريك ثلاثة السيوف الشريك جدا راح يكون راح يكون جدا مصطوم من طريقة تصرفك طبع عندك كويط طاقة هوائية هنا محتمل أنك تتعامل مع شخص هوائي وانعكست الطاقة ليش عندنا هنا عجلة الحظ انعكس اللي كان فوق صار تحت واللي تحت صار فوق اللي كان يتعامل بأسلوب دائما مائي ولطيف أصبح الآن الشخص القوي في العلاقة واللي كان دائما متعود أنه يحصل على كل شيء بالراحة أصبح مخذول ومصدوم أن شلون برج السرطان من وين أثت لهذه القوة والثقة يتصرف بهاي الطريقة ولكن قاعد أشوف في النهاية شوف ثلاثة السيوف هو ألم أو صدمة نعم ولكن الصدمة دائما يأتي بعدها شفاء شفاء لتوازن هذه العلاقة لطريقة تعاملك حتى على المدى الطويل أنت ما تبي تغييرات مؤقتة أنت تبي تغييرات تدوم مع هذا الشخص فحال الوقت يا برج السرطان أن نضع الأمور في نصابها الصحيح مع هذا الشرك اللي بالعكس رح يستقبل تغييراتك بكل احترام وتقدير عندنا هنا رغبة في أن ينضم إليك تشعيغت الأمور تحذك تهدنا تحطرو تحطرو ثلاثة تحطرو من ممتكة تحطرو